بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام كلمات كثيرة تتداخل في هذا المقام ولكن يمكن أن أجعل لكل كلمة عنوان ثم أحدث نفسي في هذه العناوين ولكن بصوت تسمعونه حتى نستفيد جميعا الكلمة الأولى وهي كلمة عن العمر العمر زمن الإنسان وحياة المرء في هذه الدنيا والناس كثيرا ما يغفلون نعم الله تعالى عليهم لأنهم لأنهم لا يتأملونها ولأنهم لم يحرموها فالإنسان إنما يشعر بالنعمة عندما يفقدها أو عندما يخترمها وهذا حال الإنسان دائما عندما تأكل كل شيء يوضع أمامك لا تشعر بنعمة الطعام لكن عندما تمرد قليلا فتنصح بطعام تأكله وآخر لا تأكله أو تنصح أن تأكل بطريقة معينة أو في وقت معين وأن تجعل قبل الأكل دواء وفي وسط الأكل دواء وفي ثلث الأكل دواء وبعد الأكل دواء وبعد الأكل بنصف ساعة دواء وبعده بساعة دواء تعرف عندئذ قيمة الطعام عندما كنت تأكله دون أي قيد الإنسان لا يعرف النعمة إلا عندما يفقلها أو عندما تقل عنده حظا هذه مسألة موجودة عند كل الناس نعمة الصحة الأكل نعمة الفراغ نعمة الصحب الصالحين فهذه النعم لابد الإنسان أن يتأملها من هذه النعم نعمة العمر العمر الذي أنت تتمتع به منذ أن عرفت وفهمت وأصبحت راشدا إلى هذه اللحظة أوقاتك هي عمرك أنفاسك التي تتنفسها هي عمرك عمرك هذه اللحظات التي تعيشها يا دعوه كيف تعيشها ولمن تعيشها هل أنت تعيشها لله سبحانه هل أنت تعيشها في سبيل الله أم أنت هكذا تعيش هملا لا تدري لماذا تعيش ولا تدري كيف تعيش أنت تأكل وتشرب فإذا ما جن ليلك نمت فإذا ما أشرق صباكك استيقظت لتنام ثم تستيقظ هكذا دوليك لكن أين أنت من هذه الحياة أين أنت من هذه الحياة عندما يأتي تلميذي في المجلسير أو الدكتوران أنظر في رسالته أجد ينقل 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 أسأله أين أنت في هذه الرسالة لابد أن يكون كموقف لابد أن تكون لك رؤية لابد أن يكون لك فعل أنت في هذه الرسالة العلمية كالقماش لكن أين شخصيتك في هذه الرسالة وكذلك أخي الحبيب عمرك أين أنت من هذا العمر أين أنت أين أنت من هذا العمر ثم إن ربك الحكيم سبحانه كي لا تكون هكذا هملا جعل لك مذكرات وجعل لك في بعض الطرق أمارات وعلامات من أعظم هذه الأمارات الموت الذي يختارم من حولك سبحان الله الموت الذي يختارم من حولك أمارة وعلامة وعظة وذكرة مع أنه مصيبة فالموت مصيبة ولكنه عظة وذكرة مصيبة أولما أصابت مصيبة قد أصابت مثليها وسمى ربنا عز وجل الموت مصيبة الموت وجعل الموت عظة وذكرة إني كنت قد نأيتكم عن زيارة القبوض ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة تذكر ذكرة فالله تبارك وتعالى جعل الموت عبرة وآية وعلامة وذكرة وموعظة ليس للميت وإنما للحي عبرة الموت وآية الموت ودلالة الموت وموعظة الموت ليس للميت أيها الحبيب وإنما هي للحي ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من زيارة الموت حتى قبل أن يموت بقليل كان يذهب لزيارة القبوض لماذا لماذا يكثر من زيارة القبوض ليتعر ليتذكر وهو سيد المرسلين غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر فالموت لنا نحن ليس للميت الموت لنا نحن ليس للميت بل كلنا يقول أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون إذن هم سلفون إلى الموت ونحن وراءهم ونحن وراءهم فيا من أنت متأكد بالموت وأنه مصيبة نازلة عليك قارعة بابك ماذا صنعت بعمرك ماذا صنعت بعمرك قف مع نفسك واسأل نفسك لو أنك كنت في مكان ذلك الميت واتتك رسل ربك ليسألوك ماذا سيقوم جوابك فلابد الإنسان أن يعد العدة لهذه اللحظة الفارقة وهذه اللحظة الحاسمة التي لابد لكل أن يمر بها إنك بيت وإنهم بيتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل من أرثة وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول ولذلك السؤال السادة الذي يسأله الناس الميت كم عمره لو كان كبيرا لا بقول الله وحده أما إن كان صغيرا وأسفا لقد كان صغيرا إن العمر كان أمامه ممتدا كان أمامه الانتهاء من الجامعة والزواج وقبل ذلك الجيش والعمل والأبناء والذرية ليعمر وليفرح به أبوه وأمه يا خسارتان أما إن كان كبيرا لبأس سؤال سابق هل كان صحيحا أم مريضا أيضا سؤال سابق لأن الموت إنما وبقدر الله كم من مريض كتب له العيش وكم من صحيح كتب عليه الموت كم من كبير امتد أجله وطال عمره وكم من شاب قوي اخترمته المنية ودنى أجله كم من رجل يسيل بين الناس وعمره قد حان بعد دقائق فماذا أنت صانع بعمرك ولذلك قال النبي المصطفى والحبيب المجتمع صلوات ربي وسلامه عليه لا تزول خدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من هذه الأربع عن العمر ربك عز وجل سيسألك عن هذا العمر فيما أفنيت ذاتك العمر كيف قضيت ذاتك العمر هل جعلته في طاعة الله هل جعلته عزا للإسلام وخدمة للمسلمين هل جعلت من ذلك العمر مزرعة للآخرة ومعبرا إليها أم إنك زجيت أوقاتك بما لا يفيد وضيعت أعمارك بما لا طائل تحته ماذا صنعت بذلك العمر ستسأل أيها الحبيب ستسأل والله عن ذلك العمر إياك أن تقول هيا بنا نجلس جلس كذا شباب فريخ تذكرون أعراض الناس وتتكلمون باللغم وتخوضون في فضول الكلام وتأتون بأراضي للأشياء وربما امتد المجلس لساعات ليس فيها حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم مجلسا لا يذكرون فيه الله تعالى إلا كاد عليهم كرة أي حسرة وندام حسرة وندام أي مجلس تجلسه هذا المجلس لا يكون في ميزان حسناتك ستندم كثيرا على هذا المجلس ولكن هيهات لهذا الندم أن ينفعك في وقت لا ينفع فيه الندم إن الرجل الذي كان يكذب بالبعث ويقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين وكانوا ليؤمنون بالحساب بعد الموت ولا بالنشور بعد القبر ولا بالجنة ولا بالنار عندما يموت أحدهم ويعاين الأهوال تبدأ الأهوال في النزع الأخير من الروح يرى مقعده من الجنة قد استبدل بمقعده من النار يزداد حسرة ولدان ثم بعد ذلك يدخل القبر تختلف أطلاع ويعذب عذابا شديدا عندما يرى الأهوال يقول رب ارجعون لعلي لعلي أعمل صالحا فيما تركت في الدنيا ضيعت الأموال والأعمار في غير طاعة الله وظننت انتهى الأمر فيقول الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها كلمة لا يلتفت إليها هذه الدنيا جعلها ربنا عز وجل لك جعلها لك وسخر ما فيها لك كي تعبد وتعظم وترفع دين وتنصر دين جعل ربنا عز وجل لك الدنيا لتجعلها معبرا لك للآخرة الدنيا دار التكليف دار التكليف العمل والتعب فإذا ممت انقطع التكليف ليبدأ السؤال بالضبط كالطالب عندما يدخل لجلة الامتحام يمكن أن يفتح الكتاب ليراجع إجابة السؤال يمكن ده لا يمكن خلاص انتهى يترك الأوراق والكشكين والكتب خلف ظاهره ويدخل إلى الامتحان بما ينفعه المذاكرة التي ذاكرها سبحان الله أنت تعد العدة لامتحان البشر ولا تعد العدة لملاقات رب البشر مسألة عجيبة الأعمار تنتهي وتتفلت والإنسان يروغ من ربه وتهرب من ربك ولكن هيهات إلى أين تهرب من ربك أيها المسكين إلى أين إلى أين سبحان الله أنفاسك أوقاتك حياتك عمرك نعمة من الله عز وجل وجعل ربنا عز وجل الموت آية كما جعل الحياة آية وآية الموت أشد الذي جعل الموت والحياة ماذا ليبلوكم أيكم أحسن عمل هذا عند النظر وعند تلقيق وعند الانتبار ولهذا كان السلف من أحرص الناس على أعمارهم من أحرص الناس على أعمارهم ولهذا كانوا يقولون من حافظ على وقته اللي هو العمر كان الوقت له وقت ومن لم يحافظ على وقته كان الوقت عليه مقت والسؤال ماذا تصنع في حياتك هذا والسؤال الذي يجب أن تقف فيه مع نفسك هذه الكلمة الأول أيها الأخبار تصنع في حياتك تصنع في حياتك تصنع في حياتك